اشتركوا في القناة الى غاية الواحد والثلاثون من شهر المارس القادم ان شاء الله وعرف سوق السمك بميناء الوطي التفريغ حوالي اكتر من 180 الف طن من سمك الاختبوت بقيمة مالية بلغت اكتر من 16 مليون درهم بمعدل بلغ 105 درهم للكيلو الواحد وكما يعرف سوق السمك هنا بميناء طنطان توفر العديد من الانواع الجيدة ذات الجودة العالية الموجهة للسوق المحلية وكذلك بالتصدير اتجاه الاسواق الخارجية الاوروبية منها وامريكا اللاتينية كذلك بالنسبة للسنة هذه كان الافرة ديال الزيز والسيبية خاصة السيبية لكي تراوح الثمن ديال الزيز الغليد 2400-2470 تل 2300 في بعض الحالات وبالنسبة للأزيز الموين من 1400 تل 1500 تل 1300 تل 1300 تل 8 اللي كان حاليا تراوح الثمن ديالها بدأت من الأول 1000 درهم 970 درهم حاليا وصلت ال 1170 وهذا الثمن الذي يندبع يشجع هذا القطاع وينمي به ويكون مرضي لنا كاليزارماتور وبالنسبة للبحرية وبالنسبة للتانية للإدارة هذا هو الثمن وبالنسبة للحوت أونجيني غار كان الثمن اللهم مبارك مقارته مع السنوات الفاريطة مثل ما ترقع بسيت الشرن اللي كان كيمشي بستين سبعين ثمانين درهم ده بوصلت ال 120 مية وستين درهم وبالنسبة للصول ما كان يشغل غفرات بحال السنوات الفاريطة وينما كان تعويض دياله في الثمن التمن كي تراوح من 1300 ونزين تلقى ال 970-800 بنسبة للصول الرقيق وبالنسبة للريحلة ضيال الصيد كما معروفة زريحة الصيد كان طارق دبا من طنطان تلسيدي الغازي كي يخدموا الداخل من التحت آآ اللولين اللي استفدوا من القرعة ذو كاللولين كانت لغفرة ديال الزيزنيت كانت لغفرة تبارك الله والسي بيا خاصة استفدوا تماما كان مزيان في المتناول اللي كي تاني لي وخا ناقص الكوناتاتي دياله الزيزي بيا ولكن تعوضوا في الثمن وان شاء الله كنتمنى هذا الدعام يكون حسن من الأعوام جيدة وبالنسبة لواحد نقطة مهمة هذا العام كان تنظيم جيد في المارشي جيد جداً بك هذا العام تباك الله العام شتاوي هذا العام زين تباك الله هذا العدد الأختوبط اللي كان هذا العام بعدك وخا كان وقفوا المراكب ووقفوا تقيبان عام هذي ولكن ديالى الله الله غاصه الله عافش غاصه هالعليهم بعدك وعاوضهم دك 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 شي دك شي المهم الحمد لله بعدك والأثمنة كانت حلت مناسبة لا بنسبة ديال الأختوبط ولا ديال حبّر ولا ديالكلامات أثمنات فقط الأثمنات مناسبة وكان طلب الله تدوم هذا الشيء ديماً وبالنسبة ديال المغشي الحمد لله ناضوا الناس المسؤولين غطبو زعمانيك بوحد طريقة لا على حساب التوقيت ولا على حساب البيع وأنتم ما قدشوفوا معيكم غاكوشي مزيان الحمد لله ومتنسوش تتابونوا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي